مر شهر ولم يحدث شيء سوى طلب جاء بعد الساعات من منتصف الليل لتأجيل اعلان تشكيلة السراج الحكومية ولثمانية واربعين ساعة فماذا سيحدث؟ يعبر السؤال سريعا من بين ثنايا اتفاق السخيرات نحو الاطراف الموقعة عليه او ما يمكن تسميتهم بالمتوافقين اليوم نظريا والمتباعدين فعليا ينص الاتفاق الاممي في اهم مواده على ان يقوم المجلس الرئاسي المقترح من البعثة الاممية بتقديم تشكيلة حكومة وحدة وطنية خلال شهر وان يتم ذلك بالتوافق وان لا فبالاكثرية شرط قبول رئيس المجلس لها وتنص المادة ايضا على ان لا تتجاوز مهلة اقرار مجلس النواب لهذا الاتفاق عشرة ايام رغم ان المجلس لم يمنح ثقة اصلا لمن قدمها ولا شيء ينذر بذلك رئاسة حكومة الوفق الوطني كما بات متعارفا عليها خاصة بين الدافعين في اتجاه قيامها تعيش مرحلة حاسمة لا تخلو من الاخذ والرد تعكس حجم التنافس السياسي والصباق نحو الغنيمة لتطلق التساؤل حول حقيقة ارضية توافق المزعوم اذا حكومة توافق او حكومة غنيمة ها هو جمعة تيجا نائب رئيس المؤتمر الوطني العام والمستقيل قبل نشوب الازمة السياسية لطالما عرف بميله لدعم مسار السخيرات شبه عبر صفحته على فيسبوك ليبيا بجزة يقطع على مائدة تشريح مسكين محاصصة وصف اقترب منه عبد الرزاق العرادي احد قادة حزب العدالة والبناء الحزب الداعم لخطوات البعثة الاممية اذ وصف طريقة اختيار الوزراء في حكومة السراج بانها كارثية وختم بمرارة يقول ان شعب ليبيا لا بواكيلة ضبابية وغموض قانوني وسياسي داخل المجلس الرئاسي تزداد بواعثه منذ اصدار بيان بنغازي بلا تشاور مرورا باصدار قرارات قبل الانثقة فضلا عن الذهاب الى تشكيل الحكومة وكل ذلك قبل تنفيذ النص المتصل بنقل السلاحيات العسكرية والامنية الى مجلس رئاسة الوزراء الجديد وفق المقترح الاممية وقد دفع ذلك البعض الى التلويح بالمادة الرابعة والستين في الاتفاق التي تعني العودة للحوار من جديد في حال حصول خرق جسيم لبنود ما اتفق عليها بمعنى اخر عودة كل شيء الى البداية فهل ستتحمل ليبيا مزيدا من الاخفاق السياسي والى متى سينتظر الليبيون خطوات سياسيهم المجهولة في ظل تصاعد الاخطار الامنية والاقتصادية تلح الاسئلة ولكن لا اجابة